هنروح للخبر اللي بعد كده وعن كرة السلة رجال اللي احنا يمكن اتكلمنا عنه منذ لحصات انه كان مبارح مباراة الاهلي والزمالك في قبل النهائي وانتهت بفوز النادي الاهلي 77-67 في مباراة يعني حرفيا حرفيا نادي الاهلي تسايدها منذ البداية للنهائي يعني النادي الاهلي من اول ثانية لاخر ثانية متسايد المباراة في كل شيء دفاعين وهجومين يمكن لولا التحكيم لولا التحكيم كان لذكر هتلعقا من كده بس خلينا نقول يعني المطش كان فيه المطش كان في صور من المطش ده لعبنا ابو النصر اللي قدى مباراة مباراة رائعة قدى مباراة رائعة توم سوق عمر الجندي كان رجل المباراة احمد اسماعيل هايل لعبة كلها كويس الحمد لله وكان مميزين جدا في الناحية الدفاعية عندنا طبعا لعبة مصابقة عندنا لعبة مصابقة عزب ملعبش عمر طر الحمد لله لعب مباراة وتمثل الشفاء عندنا عزب ملعبش مرون سرحان لسه ما تمثلش للشفاء من إصابة الكسر اللي في الصباح تماما مش جاهز منه يلعب